هنبدأ مع حضراتك أخبار المحافظات من محافظة مطروح فيها تم بدء التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة في الواد الجديد تم إطلاق قافلة طبية مجانية بقرى باريس ضمن حياة كريمة كمان في المينيا تم استلمة ننطن من اللحوم البلدية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والنهاردة في البحر الأحمر هيتم الإعلان عن تنصيق المدارس الثانوية بمختلف الإدرات التعليمية محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار كتيرة في مطروح تم بدء التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 29 قرية وعدد من التجمعات بمطروح وتم الانتهاء من معينة 15 وحدة محلية قائمة و16 مركز شباب و26 نقطة إسعاف بالمرحلة الثانية وجار استكمال المعاينات بمركز سيوة وباقي القطاعات الأسبوع المقبل في سهات بتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لرفع المعاناة عن المواطنين الأكثر احتياجاً وتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين خاصة في الخدمات الأساسية من مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن لمنازلهم وتم الانتهاء من توصيل 4300 وصلة مياه وصرف صحي للأسر الأكثر احتياجاً في الوادي الجديد انطلقت أعمال القافلة الطبية المجانية بمركز باريس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والبعيدة والمحرومة اللي بتستحق الرعاية الطبية اللازمة حيث تستمر على مدار يومين لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وتشخيص الحالات المرضية المختلفة في المينيا استلمت مدارية التضامن الاجتماعي 2 طن من اللحوم البلدية كدفع تانية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من وزارة الأوقاف بمبادرة من المصريين للمصريين ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن والأوقاف والتموين لتوزيع لحوم سكوك الأضاحية على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي تكافل وكرامة في البحر الأحمر أكدت مدرية التربية والتعليم أنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المدارس الثانوية بمختلف الإدارات التعليمية اليوم الخميس حيث تم تأخير إعلان نتيجة التنسيق حتى يتم الانتهاء من حساب الكثفات بالمدارس وهيتم إعلانها فور اعتمدها من محافظة البحر الأحمر في الغربية أطلقت جمع التنطة 12 قافلة تنموية شملة خلال الست أسابيع الأخيرة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشاهدة القوافل توقيع الكشف الطبي على 11244 حالة من خلال 15 عيادة وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 750 حالة لمستشفيات تنطة الجامعية لاستكمال العلاج